ترجمة نانسي قنقر كسابقتها درس الضمير العراقي لكي يستيقظ ضمير النخب وضمير الشعب أن هذا الشعب الذي هو سليل حضارات متوالدة على أرض الرافدين قدير وجدير أن يعيد الاستفاف الوطني وأن يتجاوز فوق آلامه وأن يكون عابرا للطائفية والمناطقية والمذهبية والتفكيكية وأن يتوحد الشعب من أجل قضايا مشتركة كبيرة هذه الفاجعة تذكر أن هذا البلد بحاجة إلى قيادة وطنية جديدة شجاعة غير فاسدة غير متفككة لكي تعيد بناء البلد وتنحض به الرحمة للشهداء الأبرار في فاجعة الموصل وكل الفواجع التي شهدها العراق ولا شك أن العراقيين كما عرفهم التاريخ هم أقدر على تجاوز جراح هذه المصيبة الفاجعة وأن نستيقظ على فجر جديد يجمع العراقيين على منصة واحدة منصة وطنية واحدة تتوحد جهودهم من أجل بناء العراق من أجل القضاء على كل عوامل التفرقة من أجل تجاوز هذه المحنة ولا شك أن العصبة العراقية تاريخيا وحتى في الواقع هي أقوى من هذه الحوامل التي تفرقهم وأن يتوحدون من أجل على أقل تقدير ليس لهذا الجيل وإنما مستقبل الأجياء القادمة ترجمة نانسي قنقر